ما أهمية وجود المدارس الشرعية وما أبرز مميزات هذه المدارس وخاصة بعد الثورة السورية ما هي أهم المشاكل التي عانت منها المدارس الشرعية في ظل نظام الاستبداد الأسدي ثم بعد الثورة المباركة ما هي أهم العقبات التي تعترضها وفي النهاية ما أهم القيم التي تغرسها هذه المدارس في عقول وقلوا بأبنائها هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف الأستاذ عبد الرسم معاون رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الدينية حفظ دين الأمة برسالتها الأخلاقية والفكرية والوسطية واجب على أهل الألم منها وفي زمن التنظيم حملت المدارس الشرعية هذا اللواء محاولة تحمل التبعية ونشر الوسطية لكن عقبات كثيرة وقفت حائلا دون ذلك اليوم نحاول أن نحاور في هذه المسائل التي ذكرناها الوجود والمميزات والمشاكل ضيفنا الأستاذ عبد الرسم معامل رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الدينية وعضو المجلس الإسلامي السوري أهلا وسهلا بكم شيخنا حياكم الله أخير الأستاذ محمد وبرك الله فيكم وفي هذه القناة التي تعتبر منبرا ثوريا مهما في يحمل قضايا هذه الأمة الله رزيخ خير شيخنا في بداية مشوارنا في هذه الحلقة أولا ما هي أهمية وجود المدارس الشرعية في سوريا وفي مناطقنا حياكم الله أخير الأستاذ محمد الله عز وجل قيض لهذه الأمة من يحمل الدين كما أنزل ويتابع نشره وحراسته فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأن العلماء هم ورسة الأنبياء وورسة الأنبياء يحملون هذا اللواء ويسيرون مسيرة من تلقى من سلفنا الصالح العلمة كما وظفه وكما بيّنه وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء العلماء من علماء الصحابة ومن تبعهم هم من يقومون بتبين هذه الأحكام والحفاظ عليها وتوضيحها للناس وإزالة الغموض والشبهات وكما ورد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهؤلاء العلماء الذين يدورون في فلك ما يزيد عن مليون واربعمائة ألف حكم شرعي كما ورد هم حراس وهم خير من تعلم وفقه وفهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الرسالة بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أيضا ورد فرب مبلغ أوعى من سانا نظر الله مرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل الاختصاص وأهل التخصص هذا شيخنا بالنسبة للعلماء طلاب الشريعة المشايخ لكن المدارس الشرعية بذاتها هذه المؤسسات التي ربما يعني من مئة سنة حتى اليوم حتى تنظمت تنظيما دقيقا ما هي أهمية وجود المدارس أو المؤسسات التعليمية حقيقة المدارس الشرعية بشكلها الحالي القائم حاليا في البداية امتداد لحلق العلم التي انطلقت من المساجد والتي واكبت حركة النمو والتطور في العصور المتتابعة لكنها في شكلها الأخير الذي نراه الآن تساير وتعاصر حركة التعليم ووسائله وأساريبه وأدواته والقائمين على التعليم الشرعي هم نخبة في المجتمع والحمل والمسئولية عليهم مسئولية مضاعفة لأنهم إضافة إلى إزالة الغموض والجهل هم يصنعون الداعية والعالم والفقيهة وعلى الأقل الذي يتعلم من دينه ما لا يسع المسلم جهله فلذلك المسئولية عليهم مضاعفة فالمدارس الشرعية الآن تكاد تسبق المدارس المتطورة من حيث الاهتمام ومن حيث الحرص ومن حيث أن من يقومون عليها في معظمهم هم أناس رساليون لم يرضخوا لضغوطات الأمن ومضايقات الناس وسخرية من يناصب العداء للدين والمتدينين وطلاب العلم فهم على ثغر عظيم من ثغور هذه الأمة طيب شيخنا أنتم مدأتم لو نكمل هذا المجال هي لعل سؤالا يعني يخطر على بالي الإنسان وهي ما هي مميزات هذه المدارس التي تحدثتم عن شيء من أصولها ومبرغات وجودها حقيقة نعود إلى الأصل الذي انطلقنا منه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه المدارس هي محاضن تربوية تقوم على تزويد فئة من الأمة فرقة من الأمة بأحكام الدين وتزويد بالعلم الصحيح الذي تميز به أهل الشام بعيدا عن الإفراط والتفريض والعلم الشرعي يجب أن يرعى رعاية خاصة بأن يكون له محاضنه وله أساليبه ووسائله حتى يخرج ثمرا طيبا فيحافظ على هذا الدين وعلى هذا الشرع وينقله صحيحا سليما بعيدا عن الشوائب وبعيدا عن ما يلحق به من ولو وتطرف وفهم خاطئ فالمدارس الشرعية هي التي تقوم وكذلك المعاهد هي التي تقوم على تخريج هؤلاء الطلاب وهؤلاء العلماء فالمجتمع شأنه شأن كل المجتمعات فيه الصالح وفيه المقتصد وفيه المسيء وهؤلاء الناس يجب على فئة أن تتصدر وتتخصص للحفاظ على تدين الناس وبيان الأحكام لهم وبيان الشريعة وحتى فضل المنازعات فيما بينهم فليس الشرع الحنيف مقتصرا على جانب من الجوالب كما هو شأن غيره من الشرائع والأديان بل شريعتنا وديننا إلهي المصدر مبني على الوحي الذي ينقل أحكام الشرع من الله عز وجل إلى رسوله ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّلنا هذه الأحكام فهذه الأحكام طالب العلم والعالم يأخذها ويتلقاها ويفهمها ويبينها للعامة فهو على تغر عظيم يبين لهم الحكمة الصحيحة في المعاملات يبين لهم كيف تكون علاقته مع نفسه ومع أهله كيف تكون علاقته مع ربه سبحانه وتعالى كيف تكون علاقته مع الموجودات من حوله من حفاظ على البيئة ومن إحسان إلى المخلوقات الأخرى وأيضا كيف تكون علاقته مع الأعداء على تسلسل واختلاف درجاتهم من محارب من معاد من مسالم من مهادن وهكذا يحكم هذا ليس عقلية البشر وليس هوى البشر بل هو أحكام الله عز وجل أنزلها واستأمن من يحفظها أن يبينها كما أراد الله عز وجل طيب شيخنا لعل قبل ثورته مضت أوقات طويلة على المداز الشرعية وهي قائمة وعانت ربما أو ربما عانت من مشاكل كثيرة في ظل نظام استبدالي أسدي فما هي أبرز المشاكل التي عانت منها المداز الشرعية في ظل ذلك النظام حقيقة هذه الحال ليست حالا جديدة على من يسلك سبيل العلم لو عدنا إلى الوراء واستذكرنا سيرة سلفنا الصالح لو وجدنا نماذج عظيمة وقفت في وجه الظالمين وقارعت المستبدين وسامها العذاب والسجن والتعذيب ومن منا لا يعرف موقف الإمام أحمد وموقف الإمام سعيد بن جبير وموقف الإمام بن تيمية رحمهم الله وكذلك العزة بن عبد السلام هؤلاء أئمة وقفوا في وجه الظالمين وساهموا في إعادته الروح والحياة والتوازن والمسلك الصحيح للأمة في أن تعود الأمة إلى دينها وتقف في وجه كل ظالم وكل من يرغب ويسعى كي يشوه مسيرتها ويصادر دينها وقراراتها أيضا في ظل ثورتنا كثير من علمائنا ومن أساتذتنا من كان له هذا الدور فوقف في وجه الظالمين وبيّن الحق للناس وكان شعلة ومنهم من هو كبير السن لا يستطيع لكنه أبدا لصحى وأبدا الحكم الشرعي الصحيح ومن منا لا يعرف أخانا الحبيب الشهيد الشيخ زهر الشرقاط رحمة الله عليه وهو من كادر هذه القناة الطيبة المباركة من منا لا يعرف الشيخ وليد العريض الشيخ خالد السيد وغيرهم من علماء بلدنا الذين وقفوا في وجه الظالمين بل وجابهوه بالسنان واللسان وأيضا كانت خطبهم تدك حصون هؤلاء الظالمين من خلال بيان الحق ووجوب الصدع به وأيضا تدمير مخططاتهم فطالب العلم يحمل حقيقة مسؤولية مضاعفة فمسؤولية البيان للأحكام الشرعية ومسؤولية التصدي لمن يريد أن يعبث بالأحكام الشرعية وقديما كما قيل عن الكواكبي أنه قال لا بد للحاكم أو المستبد من عمامة هذه العمامة وصف فيها هؤلاء الذين يطبلون للسلاطين وليس هذا شأن العلماء فحسب بل هناك من كل فئة المجتمع من المعلمين ومن القباط ومن غيرهم من يقف في صفه ويزين له باطله مقابل عرض من الدنيا قليل فهذا مجتمع وفيه ما فيه والإنسان بن بيئته فخلد التاريخ موقف هؤلاء العظماء وهؤلاء الأماجد وذهب تاريخ أولئك الذين ساندوا الظالمين هباء منثورا يزف لهم المجتمع اللعنة تلو اللعنة لأنهم وقفوا في وجه الحق وفي وجه هذه الأمة وسبول مجدها وعزتها جزاكم الله خيرا شيخ وعسى عليكم نأخذ منكم فقط إن أخذ فاصل ثم نعود عليكم عزان المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل عزان المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حرة شيخنا الكريم حقيقة نحن تحدثنا أو تحدثتم أنتم أبرز المشاكل التي كانت تعاني منها المدارس الشرعية وخاصة في ظل نظام الاستبداد الأسدي الآن بعد هذه الثورة السورية المباركة ما هي أبرز المشاكل التي لا زالت تعاني منها المدارس الشرعية حقيقة هناك مشاكل كثيرة كانت في زمن النظام البعثي منها ما تجاوزناه ومنها ما بقي عالقا للآن هناك مشاكل إدارية وهناك مشاكل أيضا في ما يتعلق بخرجيه هذه المدارس وأيضا هناك مضايقات ومحاولة تدخلات وهيمنة أيضا محاولة تدخل في المناهج هذه الأمور حقيقة كان النظام يحاول بين الفينة والأخرى التدخل والهيمنة ومحاولة السيطرة من أجل أن يسخر هذه المؤسسات لدعمه ولتحقيق أهدافه لكن كان هناك الحراس حقيقة ومجاهدون يعملون في هذه المدارس فهو لا يدعمها النظام لا يقدم الدعم المالي مقابل عدم الانصياع الكامل ولكن يحاول أن يتدخل من خلال أدواته يحاول أن يتدخل في موضوع بعض الإدارات لكن بمجموع وبهمة هؤلاء نرى أن الكثير من هذه المدارس قد خرجت عن محاولة السيطرة الكاملة للنظام عليها ومحاولة التدخل في مناهجها وكان عندما أراد أن يتدخل بشكل فاقع وفاضح زيارات وتواصلات وضغوطات من علماء هذا البلد الكبار منعته عن التجاوز أو أوقفت حقيقة حدة التدخل الآن نحن بفضل الله عز وجل تجاوزنا هذه المشكلة رغم وجود بعض التشغيبات من بعض المحسوبين على هذا الخط للأسف يعني خط تعليم الديني والمنهاج أيضا منهاج مهم جدا وضعه علماء مختصون أصحاب خبرة وقد كان لنا مشاركة أو استشارة في بعض الأمور قبل بداية الثورة وأيضا تم تداركها ومحاكاة الطرق الحديثة والوسائل الحديثة ولكن دون التدخل في بنية المعلومات فكان منهاجا راقيا ورائعا جدا جدا وهو مسجل وله مستنده الحكومي والقانوني والدولي لذلك يأخذ طالب العلم خريجي الثانوية الشرعية التربية في الحكومة المؤقتة مشاكل كثيرة الآن نعاني منها قلة الدعم عدم وجود مدارس يعني كبناء متخصص نعمل وفق الواقع والمعطيات ويعني نحاول جهدنا أن نستدرك ما يفوتنا وأن نسهم في أن لا يعني ينفلت من بين أيدينا أبناءنا فهناك ستمائة ألف طالب تقريبا خارج العملية التعليمية لا تستطيع يعني دولة أن تقوم بواجبها تجاههم أيضا هناك يعني الكثير ممن لا يعني يتابعون دراستهم هؤلاء يحتاجون لدعاة وموجهين وأناس ينشرون بينهم الوعي ويعلمونهم الأحكام الشرعية حتى يحافظوا على أعمالهم ويحافظوا على أهلهم ويتشبعون بقيم هذا الدين وتعاليمه طالب الثانوية الشرعية يدخل كامل فروع الأدبي مع بعض الاختصاصات الأخرى أيضا وبالنسبة لتخصص العلوم الشرعية يعني له ميزة أيضا لأنه مؤسس ومؤصل في العلم الشرعي لكن الآن أيضا بفضل الله عز وجل ونزولا عند رغبة الكثير من الطلاب الذين ينتسبون لهذه المدارس ويرغبون بالمتابعة في التخصص العلمي صدر قرار من مزار التربية بعد التشاور والتواصل والتعاون مع هيئة الأوقاف بأن يكون هناك ثانوية شرعية علمية وهذه كانت موجودة سابقة لكن النظام لم يوسع هذه الدائرة ورفض أن يعطي هذه الميزة لمدارس أخرى الآن بفضل الله عز وجل صدر قرار وستكون هذه السنة هي السنة الأولى التي نعيد إن شاء الله تخريج طلاب من طلاب الثانوية الشرعية العلمية إن شاء الله يعني هذا الطالب يستطيع يدخل إن شاء الله كل ما يحق لطالب العلمي العامة إن شاء الله إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى بارك لكن حقيقة شيخا أنتو ذكرتوا بشيء عن المناهج هل يعني هذه مسألة المناهج ربما من مسائل المهمة اليوم المناهج هل هي موافقة لواقع الثورة السورية؟ حقيقة نحن زودنا المعلمين بمادة علمية مواكبة هذه المادة مأخوذة من إخوة ثوار وعلماء كتبوا عن الثورة وبيّنوا ووضحوا الكثير من الأمور التي كانت غامضة عند الكثير من هؤلاء الأعداء الذين يتربصون بهذه البلاد وبخيراتها وبتاريخها ومروثها الحضاري لذلك أخذنا على عتقنا أن في دائرة التوجيه والمناهج أن يكون هناك مادة مقررة ومحاضرات تتكلم عن القيم التي خرجنا من أجلها وتوضيح المفاهيم التي شوهها النظام المستبد المجرم فطالبنا يتلقى في المدارس والمعاهد هذه المعلومات وأيضا هناك سعي وهناك محاولات كثيرة من أجل أن تكون هناك مادة مقررة في المدارس العامة وأيضا في الجامعات تحل محل الثقافة الاشتراكية بتبين وتوضح ثقافة هذا المجتمع وحقوقه وانتماءه وتاريخه ومروثه الحضاري كي يفتخر هذا الطالب ويعرف لماذا نحن هنا وما هي الأسباب التي خرجنا من أجلها ضد هؤلاء الطغار طيب شيخنا ربما مسألت لماذا نحن هنا وماذا تريد هذه الثورة وحقيقة مروث الثقافي والتاريخي لهذه البلاد ربما يعني يذهب بنا إلى سؤال وهو ما هي أهم القيم التي تغرسها المدارس الشرعية في طلابها الذي يتخرجون منها هذا سؤال يعني جيد جزاك الله وخيرا نحن ديننا هو دين الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقيامنا مرتبطة بالوحي وبتعاليم هذا الدين فهي في مجملها تدور في فلك أن يكون هذا الإنسان صالحا الله عز وجل عندما أطلق يا أيها الذين آمنوا اعملوا اتقوا الله وأيضا أعملوا صالحا وكذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات كثير من الآيات ذكرت العمل الصالح بإطلاقه ولم تقيده بشيء فقط يخص علاقة المؤمن أو المسلم بربه فالعمل الصالح كيف يكون صالحا وكيف يكون ثوابه كبيرا عند الله عز وجل عندما يمتد أثره ونفعه للآخرين فهذه القيم تدور في فلك أن يكون الإنسان صالحا نفعه يعود لإصلاح علاقته بربه بأن يخشاه ويخافه بأن يكون محسنا لمن حوله بأن يكون صالحا في بناء وطنه وفي خدمة الإنسان فخير الناس ينفعهم للناس أن يأخذ ويتلقى حكام هذا الدين وفق منهج الوسطية والاعتدار والتوازن الذي يحقق التوازن الحقيقي بين مستلزمات الروح والجسد هذه القيم التي ترعى التوازن بين مستلزمات وحاجات المادة والروح هي القيم التي ننشدها من خلال تعليم طلابنا وتدريسهم وتربيتهم فلذلك أثرنا في الفترة الصيفية أن يكون هناك نشاط وهو النادي الصيفي ليس مختصرا على المعلومات إنما هناك جانب مهاري وجانب قيمي غرس القيم وأيضا الجسد له دوره الرياضات السباحة أيضا الفنون النسوية كل هذه طبقناها في مدارسنا لكي يكون هذا الطالب حقيقة متصالح مع نفسه مع مجتمعه مع ربه مفتخرا معتزا بانتمائه وهويته الله يكمل طيب شيخ خنا قبل أن ننهي نطبع منكم نصيحة تقدمونها إلى الطلاب ونحن اليوم في بداية عام دراسي جديد والله أنا عندما يستنصحني كثير من الإخوة عندهم أبناء نجباء أو يعني يرغبون بتوجيههم للدراسة في مراحلهم الأولى أقول له سجله في المدارس الشرعية على الأقل يتعلم المعلوم من الدين بالضرورة ما لا يسعى المسلم جهله والمستقبل إن شاء الله مضمون يعني يريد الله عز وجل ما يريد الله به خير ونفقه في الدين وأيضا يتعلم ويتربى ويدخل الاختصاص الذي يرغب فيه بعد الثانوية فيدخل يعني في علم التربية في الأدب العربي وغيره من التخصصات مثل ومثل خريج الشهادة الأدبية فهذه نصيحة أنصحها أن يبادروا بالتسجيل وأن لا يسمعوا للشائعات التي تشوه وتحاول منع طلابنا وابنائنا من الانتساب بهذه المدارس جزاكم الله خير الشيخنا أحسن عليكم على هذه المعلومات القيمة والشكر موصول لكم عزان المشاهدين على حسن متابعتكم نذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة هدمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى